شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعينا إلى يوم الدين حديثنا في هذا اليوم يدور بإذن الله تعالى حول ترويض النفس نتحدث حول هذا المربوع ضمن النقاط النقطة الأولى ضرورة الترويض النقطة الثانية الترويض عملية مستمرة النقطة الثالثة مناهج الترويض أما حول الموضوع الأول فنبدأ هذا الموضوع بشاهد يذكره العلماء في مجال آخر وذلك المجال الآخر أن العلماء يذكرون أن طبيعة القدرة الطغيان الله تعالى يشير إلى هذه الحقيقة بقوله تعالى إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى وفي الحديث عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من ملكه استأثر ولذلك فكر العلماء في ترويض هذه القدرة وفكروا في مناهج لعملية الترويض وهذا بحث موكول إلى محله القدرة إذا لم تروض النتيجة تكون صدام صدام من هو صدام رجل ضعيف لا يملك ضرا ولا نفع إذا لاحظت بذاته ولكنه ملك قدره وهذه القدرة لم تروض فدمر البلاد والعباد حقيقة واحد يتعجب رجل طوله كذا عرضه كذا إمكاناته إمكانات عادية ولكنه يفعل ما لم يفعله طغاة التاريخ أو ندر أن يفعله طغاة التاريخ ليش؟ لأنه كانت عنده قدرة غير مروضة فهذا بحث أنه هذه القدرة التي تمتلك كيف يجب أن تروض حتى لا تطغى البحر يطغى بالفيضان النيل كان يطغى بالفيضان قديما وكان يغرق الحرس ويغرق البشر ففكروا كيف نروض هذه الظاهرة الطبيعية إذن هناك ترويض في الظواهر الطبيعية هناك ترويض في مجال القدرة السياسية وهناك ترويض أهم من هذين الترويضين اللي هذا النوع الثالث من الترويض هو محل بحثنا وهو ترويض الذات ترويض القوة الشهوية وترويض القوة الغضبية الإنسان كيف يروض ذاته هذا هذا هو الترويض الأهم ليش أن هذا هو الترويض الأهم لأنه الكارثة الطبيعية إذا لم تروض تدميرها له حد معين الظاهرة السياسية إذا لم تروض تأثيرها وتدميرها له حد معين ولكن الذات إذا ما روض إذا واحد ما تمكن أن يروض ذاته هذا يعرض نفسه ويعرض الآخرين لأشد أنواع المخاطر ما هو أعظم خطر في هذا الوجود؟ أعظم خطر في هذا الوجود أن الإنسان يتعرض للعذاب وللغضب الإلهي أكو هنالك أكبر من الغضب خطر الخلود في النار فوق بعد ما كو شيء آخر الخلود في النار يعني واحد مليارات الأعوام يكون في العذاب الإلهي والعياذ بالله بعد ما كو أكبر من وأعظم من هذا عند أولياء الله سبحانه وتعالى أعظم من الخلود في النار فراق الله سبحانه وتعالى هذا يمكن لا نفهمه ولكن أولياء الله سبحانه وتعالى يفهمونه فراق الله سبحانه هذا أشد من الخلود في النار في دعائكم نقرأ هبني هبني صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراق يعني هذا نفرض أنني تحملته ولكن ذاك كيف أتحمله وَهَبْنِي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامة أقصى العقوبات الخلود في جهنم بعد ماكو شي آخر أكثر منه وأكثر منه عند الأولياء فراق الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يكون مغضوبا عليه من قبل الله سبحانه وتعالى إذا واحد ما روض نفسه يعرض نفسه ويعرض الآخرين لهذا الخطر العظيم صدام أو بقية طغاة التاريخ منهم أفراد ما تمكن أن يروض أنفسه أفراد كانوا عبيد لقواهم الشهوي أفراد كانوا عبيد لقواهم الغضبي هذه الحروب التي حركت عجلات التاريخ الآن الآن عندما تلاحظون التاريخ تجدون هذه الحروب الطاحنة واحد من البشر يقتل ثمانية ملايين ثمانين مليون ليش لأنه لأنه تمكن أن يروض هذه القوة هذا الطاغية يذهب إلى النار ومليون واحد يجرهم معهم إلى النار الله تعالى حول ثرعون يقول يقدم قومه فأوردهم النار هو وجماعته هو والأقباط جميعا يقودهم إلى نار جهنم فإذن في الواقع عملية ترويض الذات عملية مهمة جدا هذا هو المبحث الأول المبحث الثاني الترويض هل هي عملية موقتة هناك فترة معينة كثيرا ما نتخيل ذلك واحد من المتدينين كان يقول أنا في بداية دخولي في خط التدين ما كانت تفوتني نافلة صلاة الليل والآن في بعض الأحيان تفوتني صلاة الصبح الشيئا فشيئا بمرور الأيام واحد يشعر بالأمن يشعر بأنه لا يحتاج الحرم مو ضروري يذهب إلى شوية شوية حتى إذا لا يقوله بلا فضح قراءة القرآن شوية شوية يشعر بأنه لا يحتاج إليها صلاة الليل شوية شوية يشعر بأنه لا يحتاج إليها الشعور بالأمن أكو في الأحاديث وفي الآيات الأمن من مكر الله أنه واحد يشعر أنه مو في حالة خطر شايفين واحد عندما يذهب فوق الجبل يروق فوق الجبل هذا يشعر بأنه في خطر لأنه محتمل هذا الحجر اللي تحته يوقع فيوقع فيواضب بشد ولكن إحنا الآن قاعدين هنا نشعر بالأمن ما كهنالك خطر الفرد اللي يمشي في أرض ملغومة مثل بعض مناطق الحدود هذا يشعر بالخطر لأنه كل خطوة يضعها يمكن أن تكون فيها نهايته ولكن إحنا الآن عندما نمشي على هذه الأرض لا نشعر بالخطر واحد شوية شوية يشعر بالأمن الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى الشعور بأنه عبر الشعور بأنه انتهى الشعور بأنه تغلب على ذاته هذا هو المقتل إذا إذا واحد في يوم من الأيام شعر أنه تغلب على ذاته إهنان يكون مقتله لذلك حقيقة واحد يحتاج إلى رياضة دائمة مستمرة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المزلق تثبت على جوانب المزلق فيه احتمالان الاحتمال الأول أن يكون المراد به الصراط في يوم القيام الاحتمال الثاني أنه لا في الدنيا إذا واحد لا يعيش رياضة دائمة يتزحلق إذا واحد ما عند حذر دائم فجأة يسقط النبي صلى الله عليه وآله في ليلة النص من شعبان الرواية معروفة اقرأوها في المفاتيح عندما خرجت زوجته تبحث عنه وجدته في حالة السجود وهو يقرأ هذا الدعاء اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا لحظة واحد إذا الله تعالى يوكل الإنسان إلى ذاته ينتهي أو يسقط الله تعالى قالت له أنت يا نبي الله قال إن الله وكل أخي يونس إلى نفسه طرفة عين مضمون الكلام فكان ما كان لحظة لحظة واحد هذا مثل واحد يمشي في السيارة في الطريق إذا لحظة واحد يغفل وإذا به يصطد لو إذا واحد في طريق جبلي يمشي لحظة واحد يغفل يمكن يوقع وينتهي فهذه القضية قضية الترويض تحتاج إلى عناية دائمة مستمرة يكون هناك قضية منقولة في الكتب مضمونها يقول أنه كان هناك حطاب ذهب للاحتطاب راح و شاف حية ميتة حية ميتة خوب الحية يستفاد منها يأخذوها يبيعون جلدها تجميد فعندما خلاها في الشال حرارة الشال وحرارة البدن شوية شوية أثرت وعادت إليها الحيوية فتحركت فتحركت واخذت تضغط على هذا الحطاب وضغطت عليها وضغطت عليها إلى أن قتلته أو لدغته حتى قتلته الله النفس مثالها مثال هذا الثعبان واحد يظن أنه انتهى النفس مات لا النفس لم تموت ماكو ما يسبح فيه ما عنده حكم حتى يظلم الآخرين ما عنده قدرة حتى يتعدى على الآخرين وإلا فرعون يقولون هذا كان غسال الأموات هكذا ينقل فرعون كان غسال للأموات في مصر هذا غسال الأموات إشلون ارتفع وارتفع إلى مقام يقول أنا ربكم الأعلى قدرة إجت بيدي ذاك الوقت قدرة ما كانت بيدي هذه الروح الفرعونية يمكن والعياذ بالله أن تكون في نفس كل واحد واحد من الأفرار ولكن قدرة ما عنده إمكانية ما عنده لذلك في الواقع واحد يحتاج إلى العناية الدائمة والحذر الدائم متى يطمئن إذا أغمض عينه وجاءته البشارة راحة المؤمن هناك لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخر أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال لحارث همدان أنه بشره بأنك عند لحظات الاحتضار تراني حيث تحب هناك أمير المؤمنين صلوات الله عليه ويبشر يأتي ويبشر نجوت لا خوف عليك هناك يتمكن واحد يطمئن يقال أنه قيل لسلمان أو واحد آخر لحيتك أفضل أو ذنب الكلب قال إذا عبرت من الصراط فلحيتي أفضل وإلا فذنب الكلب أفضل واحد ما دام ما وصل إلى تلك اللحظة لحظة البشارة يجب أن لا يطمئن ويجب أن يكون في خوف دائم وحذر دائم هذه النقطة الثانية الترويض عملية دائمة مستمرة ويجب علينا أن نواضب عليها إلى النهاية يكون هناك بحث لا بحث أن نقوله يقولون أن طلب العلم أفضل أو الدعاء في ليلة القادر طلب العلم أفضل أو الدعاء الجواب في حد ذاته طلب العلم أفضل إذا حدث هناك تزاحم بين طلب العلم وقراءة القرآن والدعاء طلب العلم أفضل هذا في مفاتيح الجنان أيضا موجود ولكن هناك نقطة وهذه النقطة أنه إذا كان تهذيب النفس وترويض النفس متوقف على الدعاء ومتوقف على القرآن ومتوقف على العبادة فقط عن هذه أفضل لأنه إذا واحد طلب العلم وحصل العلم ولكن نفسه ما كانت مهذبة ما كانت مروضة هذا يمكن يعرض حياته الأبدية للخطار هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة مناهج الترويض هذه النقطة نقطة خطيرة نحن كل واحد مننا حتى الأفراد البعيدين القضايا الروحانية تجذبهم الشاعر يقول أحب الصالحين ولست منهم واحد يحب أن يكون من الصالحين يحب أن يكون من الأخيار يحب أن يحلق الشاعر يقول أنه أنت تشوف طير في الأرض ما يطير الطيور تطير ولكن هذا الطير لا يطير تتعجب ليش ما يطير طبيعة الطير الطيران ليش هذا الطير ما يطير وإذا بك تجد أن هذا الطائر مقيا أكو هناك حابل في رجل هذا يشده إلى الأرض إحنا أيضا كذلك إحنا روحنا مثالها مثال الطائر الروح تحب أن تحلق كل واحد حتى الفرد البعيد هذا الحب موجود فيه فما هو الطريق هذه نقطة خطيرة وبعض الأفراد يقعون في اختيار المنهج ما هو المنهج كثير من الأفراد الترويض له ثلاثة مناهج ونحن يجب أن ندقق في اختيار هذه المناهج المنهج الأول الترويض الرحماني المنهج الثاني الترويض الشيطاني المنهج الثالث الترويضات المخترعة هذه ثلاثة هناك ترويضات مخترعة فرد يأتي ويخترع مناهج معينة لترويض الذات هناك مناهج شيطانية لأن الشيطان يحاول أن يدخل من كل طريق لإغواء العباد واحد من هذه الطرق الترويضات الشيطانية والنوع الثالث الترويضات الرحمانية نحن ينبغي علينا أن نحذر من الترويضات الشيطانية وينبغي أن نتجنب من الترويضات المخترعة والترويض الصحيح هو الترويض الذي جاء عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين نحن من نحتاج وراء ما جاء في روايات أهل البيت وفي القرآن الكريم إلى منهج آخر الإمام صلوات الله عليه في تلك الرواية يقول شرق غرب لنفرين فلن تجد علما صحيحا إلا علما خرج من عندنا أهل البيت شنو الداعي واحد يذهب إلى هذه الترويضات المخترعة اللي فلان قالها مهما كان مقام إذا كان في منهج أهل البيت فبها ونعم إذا ما كان في منهج أهل البيت فلا داعي لذلك حتى إذا كان مباحا من المباحات من المباحات أنقل لكم هذه القضية التي نقلها أحد العلماء الكبار القضية القضية وإن كانت قضية عجيبة ولكن هذا الكون مليء بالعجائب إحنا لا نظن أن في هذا الكون فقط هذه المعادلات المادية التي عندنا هذه جزء صغير من معادلات هذا الكون عالم الغيب عالم المعادلات الغيبية هواية أكبر من عالم الشهود يقول هذا العالم نقل لي رجل ذكره معروف ذلك الرجل يقول كان هناك طالب من طلاب العلم في النجف الأشرف هذا الطالب كان جاي من قرية من القرى في إيران إحدى القرى جاي لطلب العلم وكان في مكان في غرفة قريبة من حرم الإمام أمير المؤمنين مع بقية الطلب يقول هذا الطالب كان مجغول ببرنامجه العلمي وكان يذهب إلى حرم الإمام أمير المؤمنين في كل يوم ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاث يقول شوية شوية بدأ بالتغير هذا الطالب يوميا أخذ يذهب إلى الحرم مرتين بعدين يوميا أخذ يذهب إلى الحرم مرة واحد بعدين أخذ يذهب إلى الحرم في كل يومين مرة واحد بعدين شوية شوية أخذ يتجنب الطلب نحن يجب أن نحذر من هذه المهاوي فإن مرة واحد وقع كثيرون وقعوا شوية شوية أخذ يقلل بحوث قللها 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 إلى أن تركها بالمرة نحن كلما نقول شوية ما يقول لنا ما يحشي يقول دامت هذه القضية إلى حوالي عام ظاهرا قال عام واحد وبعد نهاية العام أو ما يقرب من العام ذكر لنا هذه القضية قال أنا قضيتي كانت على هذا الناحو يقول في يوم الأيام أنا كنت في الوادي في النجف الأشرف ذهبتوا إلى هناك كانوا يذهبون إلى الوادي وكانت في ذلك الوادي سراديب ولها نوافذ يقول أنا طالعت من نافذة من هذه النوافذ في سرداب من السراديب وإذا بي أشوف ترويش قاعد بالسرداب وله شعر مشعس وهيئة عجيبة وهو ينظر إلي أنا عندما نظرت إليها من فوق شفت هذا عينه في عيني دا ينظر إلي يقول الدرويش قال لي هل تحب أن ترى خطيبتك كان عنده خطيبة أو معقودة في قرية من قرى إيران قلت لقى قال الليلة في الوقت الفلاني مثلا في العاشرة ليلا خطيبتك تجي إلى غرفتك ولكن لا تلمسها يقول أنا ضحكت عليه ورحت على دربي ونسيت الموضوع بالمرة لأن مو موضوع واحد يهتم بي ويعتني بي يقول رحت على أعمالي بالليلة رحت إلى غرفتي وكنت في حالة المطالعة وإذا في ذلك الوقت الذي حدده الدرويش ساعة عشرة وإذا بي أشعر بخرخشة في الباب مثل مثلا فتقطة تدفع الباب شوية شوية هشك يقول أنا قلت قطة أو واحد من الأصدقاء ده يدفع الباب شيئا فشيئا يقول فتح الباب فتح الباب يقول نظرت وإذا بي أشوف خطيبتي عند باب الغرفة يقول فورا تذكرت كلام الدرويش شفت هي ولكن لونها منخطف مثل واحد مذعور مثل واحد خائف قلت أنت فلان قالت إيه قلت منو جابت لهنان قالت ما عادر قالت تعلمين أنت الآن وين قالت لا ثم قعدت بجنب الباب هناك يقول أنا مسألتها حول بعض الأقارب اللي هم في إيران فأجابت عنهم مثل واحد مطلع يعرف يقول بعدين قامت مثل فد واحد مسحور يعني ما يملك اختيار حركته مو باختيار قامت من مكانها طلعت من الباب نزلت من الدرج وراحت يقول أنا بكرة اجيت إلى الدرويش باوعت من هناك من ذيك النافذة في الوادي شفت أنه دايب وعني من جو فقال لي تعال يقول أنا مرحت عنده جو شفت هيئة عجيبة غريبة ومعه أشياء متواضعة شوية خبز مثلا قلت له أريد أن تعلمني قال أنت أهلية ما عندك أنت قابلية ما عندك فألححت عليه الحاح قال ما يخالف أنت ما دام الآن تله أنا أعلمك أنت ابدا بالعمل الفلاني كل يوم مثلا فد ورد معين الوالد يرى أن الأوراد المجهولة محرمة أكو أوراد مجهولة تكتب مو معلوم شنو هذا مكتوب يرى أنها هذه محرمة أوراد أذكار فعلمني فد أشياء قال قولها مثلا في كل يوم أربعة آلاف مرة عشرة آلاف مرة يقول أنا أيضا بدأت بهذه الأذكار أو الأوراد يقول يوما بعد يوم زاد هذه الأوراد ورد بعدين قال لي أنه الحظرة تروح ثلاثة مرات ثلاث مرات قللها مرت يروح بعدين قال لي مرة واحد يروح بعدين قال لي كل يوم ين مرة يروح وهكذا بعدين قال هذه بحوثك مزاحمة لهذا البرنامج قلل بحوثك إلى أن تركت بحوثي كلها واعتزلت على الطلبة كلها يقول بعد فترة قال الآن يجب عليك أن تتوضأ بالماء المتنجس لصلواتك أكو شيء يقولون له الشريعة والطريقة يقولون الشريعة للعوام والطريقة للخواص هكذا يقولون في روضات الجنات يقول فلان فيلسوف كان يشرب الخامر كانوا يقولون لهذا حرام كان يقول الشارع إنما حرم الخامر هذه مزالق الشيطان ليش لأنها تظهر البواطن العوام باطنهم خبيث فعندما يشربون الخامر يظهر باطنهم الخبيث أما إحنا باطننا جيد فشرب الخامر يظهر الباطن الجيد بعضهم لا يصلون يقولون لأن الله تعالى يقول وعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقد أتانا اليقين هذا اليقين ما جاء للنبي صلى الله عليه وآله لذلك كان يعبد إلى آخر حياته لكن لهؤلاء جاءهم اليقين فيتركون هذا هذا الخط جدا خط خطر إذا واحد يدخل فيه يقول أنا مدة كنت أتوضأ بالماء المتنجس بعد فترة قال الصلاة أتركها يقول أنا تركت الصلاة ودخلت في ذلك الوادي العجيب ومضت على ذلك ظاهرا هذا العالم نقل أنه عام واحد ظاهرا أنا أقول يقول في ليلة من الليالي كنت نايم في الغرفة وإذا بي أسمع مناجات الحرام هنا مقوم يخلون مناجات في الأسحار يقول وإذا بهذه المناجات تهزني من أعماقي فكرت أنا جاي من قريتي من إيران لطلب العيب للتقرب إلى الله أنا الآن وصلت إلى هذه الحالة بدني متنجس ثيابي متنجس صلاة ما أصلي البحوث تركتها كلها يقول فندمت فورا وقومت وذهبت واغتسلت وطهرت ثيابي وطهرت بدني يقول اغتسلت بالماء البارد لعله كان غسل واجب علي فلم يغتسل فقهاء يقولون بالماء البارد على كل حال وطبت إلى الله وصممت على أن أترك هذا الخاط الذي توردت فيه وطبت يقول بكرة بالليل أو في نفس الليلة ما أذكر الظاهر بكرة بالليل كنت قاعد وإذا بأشعر قوة خارقة تجذبني المرتاضين يفعلون هذه الأفعال روحوا إلى الهند شوفوا المرتاضين ماذا يفعلون قطار يوقف سيارة يوقف بقوة النفس كما أن البدن إذا قوي واحد يتمكن يقوم بأعمال لا يقدر عليها الآخر الروح إذا قويت أيضا كذلك يقول شعرت أنه واحد يجذبني قوة تجذبني يقول طلعت من الغرفة نزلت ذهبت إلى الوادي وادي السلام في النجف الأشرف في المقبرة القوة جذبتني إلى داخل السرد وإذا بالدرويش غاضب فأخذ يشتمني ضيعت عمري وأنا الآن أتمكن أكت لك إهنان في هذا السرد أنا أكت لك وأدف من يفتهم إذا أنا فعلت هذا العمل هذه إحدى النقاط المهمة أنا الآن أذكر بينقوسيا هذه النقطة أكو آية في القرآن حقيقة آيات القرآن عجيبة أكو أفراد مرتبطين بالله وأكو أفراد مرتبطين بالشياطين من أين نعرف أن هذا مرتبط بالله هذا مرتبط بالشياطين كيف نقيم الأفراد يمكن هذا الفرد المرتبط بالشيطان يخبر إخبارات غيبية وتطلع مطابقة للواقع واحد يجب أن لا ينخذع القرآن الكريم يذكر علامتين للتمييز بين هاتين الطائفتين الله تعالى يقول هل أنبئكم في آخر سورة الشعراء على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم مقياسيا أكو المقياس الأول المرتبطون بالشياطين يكذبون يمكن إخبار من إخبارات تكون مطابقة للواقع لكن إخبار ثاني مخالف للواقع يكذب إفك العلامة الثانية أنه مو ملتزم في حياته العملية يأكل الأموال يخون في الأعراض ينظر نظرات محرمة أثيم هؤلاء هم الأفراد المربوطين بالشياطة حقيقة آية عجيبة هذه الآية تنزل على كل أفاكن أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون وأنا الآن أتمكن أكتلك وأي واحد ما يفته إما أن تعود إلى ما كنت عليه وإلا بكرة في نفس الوقت أجرك وأكتلك يقول أنا طلعت وأنا خائف هو الوادي مخيف فكيف في منتصف الليل واحد يروح إلى الوادي مع ذلك الواد وأنا خائف مذعور فكرت ماذا أفعل كان واحد من الأفراد يقول كلمة الحر إني أخير نفسي بين الجنة والنار هذه نشعر بها نحن في كل موقف تخير بين الجنة والنار واحد يريد يقول كلمة إما فيها جنة أو نار هذا التخيير دائم مو فقط قضية الحور يقول بعد التفكير صممت على ألا أعود حتى لو قتل خلي يقتل لأن يقتل بدني حياتي تنتهي ولكن لا أخسر آخرتي يقول 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 بقيت بقيت إلى الليل قالت أبقى الليلة في حرم الإمام حتى لا يتمكن بالليل أجوا الخدم وأخرجوني من الحرام قلت لهم أنا عندي مشكلة أنا عندي قضية عندي حاجة مهمة أنا في خطر ما قبلوا كلامي قالوا اطلع يقول طلعت وذهبت إلى غرفتي وأنا خائف مذعور وكل ثانية تمر علي وخوفي يزداد الآن يجرني إلى أنحان الوقت وفرضوا الساعة العاشرة انتظرت الآن أنجر شفت لا ما نجريت كم لحظة مضت شفت لا لم يحدث شيء كم دقيقة مضت شفت ما حدث شيء فاطمأنت بأن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه دافع عني وحفظني ونجوت يقول بعد يوميا أو ثلاثة أيام أو يوم يقول ذهبت في وقت الزحام لأن أخاف بعد بالليل أروح إلى هذا الدرويش بيقول نظرت إليه من فوق وقلت له أنا الآن أفضحك أنا أروح إلى علماء النجف وأنقل لهم قضيتك وأفضحك يقول هو قال أي شيء تريد تعمل أعمل لكن هذا العمل لتعمل قلت لا أذهب وأعمل هذا العمل يقول في اليوم الثاني عدت فلم أجد له أثر راح بعد هذا نوع من أنواع الترويي ولكنه ترويض شيطاني وأكو هناك نوع من أنواع الترويض الترويضات المخترعة فلان واحد شنو قاية هذه أيضا ينبغي تجنبها الجد رحمة الله عليه كان لهم له أستاذ في العلوم الغريبة فيقول وصل إلى نقطة قال أنا أعلمكم هذا الشيء أنت إذا عملت بهذا الشيء الشمس تكون تحت اختياركم بس شنو معناته هذه شنو آثار هذه لا نعلم الجد يقول أنا فكرت أنه أعمل هذا العمل لله أفضل إذا واحد يريد أن يعبد الله سبحانه وتعالى يعبده للآخرة مو يعبده حتى تكون الشمس تحت اختيار إذا واحد امتلق قدرة غيبية خارقة يعني غير طبيعية ثم ماذا بينما إذا واحد عمل لله سبحانه وتعالى يبقى له وأذكر لكم هذه القضية الأخيرة وأخت كان هناك عالمان أحدهما له مقام اجتماعي كبير والثاني كان دونه في المقام مرة حدث بينهما بحث في قضية فقهية فهذا العالم اللي له مقام اجتماعي كبير قال رأيه في القضية ذاك العالم الثاني اللي كان مقام أقل هاجم العالم الأول وقال من أنت حتى تبين رأيك في هذه القضية انت من وانت فد رجل أربع نسوان يصلون خلفك واشتد معه واحتات العالم اللي مقام أقل احتد مع العالم اللي مقام ه أكبر وهاجمه وأهانه أمام مريديه وهذه قضية مهمة جدا سيمكن واحد يتجرع الإهانة واحد ولكن لا يتجرعها أمام مريديه فسكت العالم ثم بعد لحظات قام واتجه إلى العالم الثاني وانحنى وقبل يده واعتذر منه قال أنا اعتذر منكم أغضبتكم جعلتكم تغضبون وخرج أتبع هذا العالم المهم جدا تأثر لأن المهاجم هو ذاك المهاجم قام وقبل يد المهاجم واعتذر منه جدا تأثر الآن قالوا له ليش فعلت هذا العمال أو ما قالوا له العالم قال لهم أنا في الواقع عندما هذا هاجمني ظلما وعدوانا نفسي قالت لي رد عليه قلت لنفسي ما أرد قالت لا رد عليه يقول أنا فكرت في تأديب هذه النفس اللي تحرضني وتغريني وتغويني قلت ما دام هالشكل قلت لنفسي أنا أقوم وأقبل يد هذا العالم إذلالا لك النفس قالت لي لا أنا تراجعت لا تقبل إيده ولا ترد عليه قلت لكن أنا ما أتراجع حتى في المستقبل لتدخلين في شؤوني أيتها النافس فقمت وقبلت يد ذلك العالم إذلالا لهذه النافس وترويضا لهذه النافس الحقيقة نحن نحتاج إلى عملية ترويض دائم ما عليكم بالآخرين الآخرين إحنا كل واحد من يخلو في قبر واحد الإنسان يجب عليه ألا يفكر في الآخرين الآخرين فعلوا أو ما فعلوا وإنما يجب عليه أن يواضب أن هذه النفس الجموح لا تدخله في المهالك في النهاية وهذا يحتاج إلى مواضبة دائمة وترويض دائم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شَعْتْ شُمُوسُ الْهَدِي بِالْكَلِمَاتِ فَأَنَارَتِ الْأَفْهَامَ بِالْآيَاتِ أَسْرِجْ بِنُورِ الْعِلْمِ عَقْلًا نَيْرًا وَافْتَحْ مِنَا الْأَلْبَابِ كُلَّ جِهَاتِي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر